كشفت القوات الأمنية عن تنفيذ تكتيك أمني جديد لمنع إرهابي داعش من الهرب خلال العمليات الأمنية المنفذة لملاحقتها وقيادتها بمشاركة الجهد الاستخبارية وذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة لواء يحيى رسول أن القوات الأمنية بدأت تنفيذ عمليات تزامنية تنطلق في وقت واحد إلى مكانين مختلفين مشيرا إلى أن هذا التكتيك نفذه جهاز مكافحة الإرهاب الأربعاء ما أسفر عن إلقاء القبض على عنصرين من عصابات داعش في محافظة كاركوك وصلاح الدين